من عشر سنوات تقريباً للآن حضرتك أخذت خط تقديم البرامج صديقي من باب صدفة يعني أنا ما كان ابنيتي قدم برامج وكنت خايف جداً وأحد أصدقائي يعني يقال لي أنت عندك طريقة جديدة يعني مرات من نقعد بيناتنا و يعني قلت له فأنا قدمت للعراقية كان برنامج اسمه مشيت شيخات شنو يعني؟ يعني كنا نقدم فد طروحة معينة فد موضوعه معين ونعالجه بمشهد كوميدي وهذا فحشيت الفكرة إلى أحد المسؤولين في تلك الفترة والرجل قال لي لا مشيت شيخات عوفه نسميه نصف ساعة اللي هو نقدم فد موضوع وبعد نقدم مشهد تمثيلي ونعالج له فكان من ضمن الناس اللي داعمين في تلك الفترة الأستاذ نوفر عبد الدهش هذا الرجل أثنع للبرنامج بحث البرنامج كتبت عنه الصحافة في تلك الفترة كتابة جيدة جداً واستمر البرنامج ممكن أعتقد طوال أربع سنواتين من البرامج اللي استمرت إليك أيضاً برنامج حزورة بيران نجح كلش وصارت لشعبية وصدى عدة الناس وافتريت بمحافظات العراق ليش بعدها تم استبدالك بهاشم سلمان وبعدها علي فرحان هايلي ما أشهلها أنا ما عرف يعني مو أنت تركت البرنامج لا 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 ما عرف لربما رقم معين أنا طلبت رقم سماعت أنك ضعفت أجرك مرتين لا ما الأجر مرتين لا الأجر على الله لا طلبت رقم طلبت رقم ويبدو الرقم المجموعة ما وافقت هاشم سلمان وعلي فرحان ننجحوا بي والله هم كل واحد يلي خصوصيته يعني أصدقائي هم من أفضل واحد بهم يعني قلت لك طريقة أنا مثلاً يضحكني هاشم في موضوع معين ويضحكني علي فرحان في موضوع معين لأنهم ذول ممثلين كوميديان زي من أحسن واحد بكم قدمه أهدوا لماسيتك جاوب ضميرك يعني شنو أحسن واحد أنجح مقدم ليحزورة هاي جمهوري قوله موارد قوله أنا ما قدر أقوله يمكن خضير أبو العباس هم قدم خضير هم قدم إيه خضير وعامر العمر يقدم عامر لهم إيه من أفضلكم أنا أكثر واحد استمرت بهم أنا أكثر واحد استمرت بهم وبعدين أخذتني لدراما